أنا بكلم على ممكن مستقبل شوية أو بطولة أفريخة والدور الأبطال والنهائي أكيد بيكون في متابعة لفريق النادي الأهلي هنا الفريق الآخر بيتعامل أو بيشوف وبيحط طبعاً خطته على هذا الأساس وكابتن شده يعني كابتن محمد حشيش بيقول لي لا النادي الأهلي ليه وضع مختلف وهيبقى التعامل بشكل مختلف قول لي كابتن كده عايز أقول لك إن النادي الأهلي المطش أكيد برضو خلي بالك أحمد سامي عارف أكيد الفرقة كلها عارف بس النادي الأهلي نهارده عمل تنويع في طريقة اللعبة يعني لك أنت تخيل مثلاً الرتم الأولاني بتاع النادي الأهلي كان معتمد على الاستحواز وبيوصل بعد الاستحواز جي فترة من الفترات الفترة اللي هي نهاية الشوت أو يعني الفترة اللي جاب فيها التلت جوان ما كانش بيعمل استحواز يا فاروق وكان واحدة تانية من القلب السلية لدبل باس جون يعني مش لعب النادي الأهلي نستحواز وبيدور الكورة من اليمين والشمال بيعمل برضو كور طويلة بيعمل اختراقات من النص بيلعب على الجناب يعني ما بقاش فيه طريقة معينة ساعات كمان يثبت الاثنين الدفندرات عشان يدي فرصة للأجناحة بتاعة النادي الأطراف تنطلق وساعات واحد من الدفندرات هو اللي بيكمل في نص الملعب وشوفناها النهاردة كتير حنشوفنا حمد فتح وصل لغاية الجنب جاب كرة اللي في العرضة في الآخر لو في الشوت التاني يعني نقصد فيه تنويع فيه أداء النادي الأهلي والطريقة اللي النادي الأهلي بيلعب بيها الحقيقة هي اللدة التنويع ده اللي هو لما رجع ليه الطريقة الأساسية بتاعته اللي هي أربعة اتنين ثلاثة واحد فيه حاجة كمان لما الصلاية بيبقى فاية كابتن لانه بياخد مهام انه بيكمل لان حمد فتح بيبقى بيدافع بيقف في الحيطة دي فالرجل بيدي مهام للصلاية انه بيكمل مع أفشف ويقع بيزود الناحية الهجومية تأكيد برضو للكلام ده النهاردة من المزايا كتيرة في لعب النادي الأهلي انه هو المسباص قلت قوي ودي كابتعمل مشاكل اللي النادي الأهلي فيه شوفناها في مورد بيرامدز الباص اللي بتقطع في نص المعلى بتترد بشكل صعب على النادي الأهلي بقى النهاردة فيه زي ما بقولك الاهداف قدت ثقة الناس بتنقل وبتتحرك اللعيب بتحرك بيباص الكرة وتحرك لزميله بتلاقي اللي معاك كرة فيه اتنين تلاتة قريبين منه عنده اختيارات كتيرة ودي بتسهل على الراجل اللي بيجي لكرة غير ما أنا هستلم الكرة وانا الواحد مش لقى حد مقرب لي وانضغط علي لازم تحركات فارعة معنادي الأهلي تحركات صراحة النهاردة سواء من ناحية اليمين أو الشمال أو تحركات الاتنين كمان المساكين يعني اكرم توفيق عامل شغل كويس جدا في الناحية لمن يعني حتى ممكن انا ما بيترقص بسهولة بيدغط بسهولة بس انت مش شايف ان هو شغل يتفعل اكتر يا كبتن لا ممكن تكون مطلوب منك كده يا فاروق ان انت تبقى أنا نادي اهلا نادي اهلا نادي اهلا نساب بالنسبة لمن اصدق هو اصدق اكرم توفيق لا خلي بالك ما انتمين انا بتلاقش معاك كلامك كلامك كويس بس خلي بالك ممكن تكون واخدة عند حسين الشاحات انه يهاجم بتدير الفرصة بتدير الفرصة من انت تهاجم اكتر ولو اتحت الفرصة الاكرم توفيق ان هو بيكمل بيكمل على فكرة وبيعملها كويس وما تنساش حاجة برضا ان راجل اسمه اكرم توفيق ده المكان ده مش بتاعه فيوم ما يلعب في مكان مش بتاعه طب ممكن اسألكم ويوجيد فيه كمان البعض بيقولوا ياتي ان اكرم افضل من هين بقى انتم رأيكوين بقى ما انا لا اه ازبط وجوده في المكان لا انا رأيي انا رأيي لا انا رأيي يلعب يلعب اكرم توفيق للفترة الجاية على هيني لو هيني لقى كابتن حشيش انا رأيي ان احنا كسبنا اتنين في مركز واحد ودي الاهم يعني تفاهم يعني بغض النظر مين احسن خلي بالك يا كابتن حشيش ما دي مصلحة النادي الان اه طبعا خلي بالك مع الجماهير او جماهير او كله عدين مواصفات خلي بالك مع المدير الفني لما بيحط العيد ممكن ما يكونش الحتة بتاعته بيجيت فيها وبيقدي فيها بشكل كويس خلي بالك بيبقى عنده ميزة في ميزة عنده اكرم توفيق انه ما بيترقص يا كابتن انا وبيضغط كويس الحاجة التانية لما بيجي له فرصة انه هو بيروح بيروح وبيعمل اوفر كويس الحاجة التالتة يا كابتن انه عنده ميزة كمان بيعملها في البقرية انه لما بيرجع بيرجع على نص الملعب وبيعمل عملية الترحيل كويس ده مش تقليل من هاني على فكرة ده على فكرة ده هتزود من هاني انهاني لما يرجع لازم يدوس ولازم يجتهد عشان يرجع للمكان تاني اللي عايز اقوله لك فاروق كمان ارجع كده بالذاكرة شهرين ثلاثة كانت مشكلة النادي الاهلي في الاطراف لما بيحصل الاصابات كنا بنقول ايه ده احنا عايزين بقى في المسلم بقى التعقدات لازم نجيب بقرية تاني عشان هاني لو صاب ما بلاقيش حد شوية يلعب بيكهم شوية يلعب اكرم توفيق اكرم لما خد وحظه كويس ان هو اجاد في ظل مبارات صعبة وبتلعب قبل النهائي في افريقيا مع فرقة قوية زي التراجي احسن لعيب فيها اللي هو حمد الهوني اللي هو بلعب داحت الشمال واجاد في المباراتين عليه يعني شال خطورته تماما فانت لما تلاقي واحد يجيب في الحتة دي مع اللعيب الاساسي اللي موجود له اساسه بقى بكرايت زي ما انت قلت يا محمود كلام مظبوط جدا ان هو بيخلق نوع من نوع المنافسة اللي هي دي احنا محتاجينها وبعدين زي ما احنا بنقول ان الناد اللي بيرعب في القلب كتيرة ما يبقاش عندك يا كابتن ان انت حتى لو حد يغاب زي النهاردة لما الراجل خرج مش هتحس بقى ما خرج الشناوي هو لازم يبدل علي لطف لان انت علي الشناوي لما روحت وقري ان شاء الله مش هتحس بقى موجود في المتشاط انا عايز برضو ما ينفعش وانحنا بنتكلم وكان فيه ازمة موجودة عندنا